في يناير من العام 2017 تداولت وسائل الإعلام خبراً على لسان مسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عن توجيهات لوزارة المالية بدفع رواتب كافة موظفي محافظة الحديدة أسوة بالمحافظات المحررة وفقاً لكشوفاته عام 2014 الأمر بعث الارتياح في أوساط الشارع التهامي عموماً لما يمثله القرار من أهمية في حال تم تنفيذه لكنه اصطدم بعراق لعدة بينها رفض السلطات الحوثية تسليم كشوفات القوى العاملة في معظم المديريات شيئاً فشيئاً ولأسباب غير مفهومة اقتصر أمر صرف الرواتب على سبع مديريات فقط من إجمالي 22 مديرية مرت سنتان ونصف على انتظام مع شيء من التأخير والعرقلة لآلية صرف الرواتب في المديريات السبع وهي حيس والخوخة والتحيطة والدريهمي إضافة لمديرية مركز المحافظة الحوك والميناء والحالي ثلاث سنوات تقريباً مرات على هذه الحال اقتصر فيها صرف الرواتب على قطاع التربية في هذه المديريات إضافة لديوان جامعة الحديدة وهيئة مستشفى الثورة الأمر الذي جعل أكثر من 22500 من موظفي بقية القطاعات الوظيفية محرومين من حقهم في الراتب الحكومي استثناء غير مفهوم الأسباب سوى ما يعتبره الموظفون انعكاساً لواقع النفوذ في الدوائر المالية الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن هذا الحرمان انعكس على حياة الموظفين وضاعف من معاناتهم فمنهم من مات وآخر تدهورت صحته وهو ينتظر راتبة الأمر الذي يثير التساؤل من له مصلحة حرمان موظفي محافظة الحديدة من رواتبهم ومن المستفيد من معاناتهم